لكن أدي أسأل قبل عن كلمة المؤدبين اللي يسمعها في البداية يظن أنها يعني ربما أنها خاصة بالأطفال أن من يؤدب الأطفال مثل معلمي المراحل الابتدائية مثلا فهل هذا صحيح؟ لا و أنت ذكرت أنه فيه مؤدبين للعامة هو الخاصة إيش الفرق بينهم؟ وهذا خطأ لأن المؤدبين درجات فالملوك في التاريخ الإسلامي من يعيشون معهم بما يسمون صح التعبير بالمؤانسين أو صح التعبير بالندماء الندماء في مجالس الملوك كانوا من ندمات الفقهاء والأدباء والعلماء و كانت لهم مجالس مرتبة عند الخليفة يتناظرون بالفقه والعلم و هذا شيء تطفع به كتب التاريخ الإسلامي الملك والحاكم والخليفة عندما يحضر هؤلاء حوله هو يريد أن يستفيد من أدبهم يستفيد من تجاربهم يستفيد حتى أن بعض الخلفاء بني أمي بن عباس كانوا ندماءه من الوزراء و من الكبار المستشارين هم أصلا محدثين أو فقهاء فمسألة أن الإنسان لا يحتاج التأديب إلا الصغير و مفهوم التأديب مفهوم كبير حسنا نقول في أمثالنا العامية نقول أننا جالس مدارس أحيانا أنت عمرك خمسين أو أربعين أو أستين تجلس عند الناس مجالس أكبر منك فتستفيد من خبراتهم وتتأدب و ليس المقصود أن تتأدب يعني على صغار الأدب لا تتأدب على أشياء الكتاتيب اللي يسمونهم صغار المؤدبين أو مؤدبين العامة الذين يؤدبون على الهجاة و على القراءة و الكتابة و الحساب و غيرها لكن المؤدبين طبقات و قد ألف فيهم و هم طبقات حتى بعضهم يستجلب من خارج قرطبة من أجل أن يؤدب أبناء الملوك و أبناء الخلفاء و حتى يتأدبون على حتى أنه في قصر بن يومية في قرطبة كانت فيه دار تسمى دار الأولاد يأتي المؤدب إلى دار الأولاد و يؤدب فيها ممن تأدب فيها عبد الرحمن الناصر ممن تأدب فيها ابنه الحكم المستنصر ممن أدب فيها إنشام المؤيد و كانت تسمى دار الأولاد يأتي المؤدبين بوقات معلومة و يؤدبون أولاد الخلفاء داخل القصور و داخل غير الأدباء المؤدبين اللي لعامة الناس و العلية القوم الموجودين طبعا فيه فلاندرس و فيه غيرها من حواضر العالم و يبدو أن الموضوع أو الفكرة العامة موجودة إلى الآن أن أبناء الخاصة لهم مؤدبين خاصين و لهم طريقة معينة في التأديب و التحفيظ و غيرها طيب أنت ذكرت العامة و الخاصة هل المقصود العامة اللي يعامت الناس و الخاصة اللي هم أبناء الخلفاء أبناء الخلفاء و أبناء الوزراء و من لحق به و هؤلاء غالبا أن المؤدبين لخاصة الناس يكون من كبار العلماء و من كبار الفقهاء و من كبار الأدباء و الشعراء إذا تميزوا في فنونه و قد ينتقل إلى أكثر من مؤدب حتى يتأدب على أكثر من فن و أكثر من علم و هناك مؤدبين مؤدبين العامة ينتشرون في المساجد و لهم سقائف و كانوا بالعشرات في قرطبة حتى أنه في معركة قنتيش عام 400 للهجرة في فتنة قرطبة قتل أكثر من ثلاثين مؤدب في موقع واحدة قتل أكثر من ثلاثين مؤدب فكان المؤدبين متشرين في الحواضر و كانوا يأخذوا مقابل يعني أشبه بالمدارس معلمين أشبه بالمدارس النظامية أيوة